تمكنت وحدات الحماية المدنية صبيحة اليوم الخميس من انتشال جثة الشخص الذي سقط في بئر ارتوازية في ولاية ميستغانم. وحسب المعلومات المتوفرة فان الشخص يبلغ من العمر 46 سنة وقد سقط بالبئر الارتوازية امس بدوار التواولة بلدية وادي الخير. وقد تم انشال جثته من البئر في حدود الساعة الثالثة صباحا وحسب مصالح الحماية المدنية فان عمق البئر الذي سقط به الضحية يقدر بحوالي 26 متر. وبالمقابل تدخلت اسعافات وحدة الحماية المدنية التابعة لعين تدلس مدعمة بالوحدة الرئيسية لعين المكان. من أحول إجلاء الضحية بمساعدة المواطنين المتواجدين للمساعدة والمساندة. فيما لا تزال العملية مستمرة. وفي ذات السياق وفور انتشار الخبر. تنقل والي ولاية مستغون من إلى موقع الحادث للوقوف على محاولات إنقاذ الضحية.